اهمية القدوة فعل وكلام في غرس القضية الفلسطينية الطفل بيعمل ايه بيحاكي اللي بيشوفه جمعا الطفل بيقلد اللي حواليه زي ايه زي الفيديو اللي جه يكلي البنات دون سن السابعة بلعبة البنات حطين بطنية وكل واحد شاله حطين بنوتة صغيرة في النص ومشين لا اله الا الله والشاهد حبيب الله بيحاكوا هو ده اللي بيشوفوه فبيحاكوه غرس وإيه كمان وتقليد ده ما بنتكلم عن اطفال يبقى مين اللي قدوة امامهم الاب الام المدرسة المدرسة انقصفت المدارس قولك انقصفت المدارس النهاردة وجايبين القصص اللي كانوا الاطفال بيقرأوها انقصفت المدارس النهاردة وجايبين القصة اللي كانوا بيقرأوها جايبين ايه جايبين مصحف حفظ عليه دماء الشهيد ومن فوق كل صفحة فيها أحكام إيه من التجويد وفيها إيه من المتشابهات واللي حافظ وخاتم عارف يعني إنك تحط مالحظة وستك على كل صفحة كده الهوامش اللي موجودة في الصفحة أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلهم أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبلهم نتكلم عن أطفال يبقى مين اللي قدوة اللي قدامهم دلوقتي الأب ولم أحاكي الأب في إيه وقلت الأب في إيه في الغرس الصلاة كلامه اهتمام الأب مهتم بإيه هتلاقي ابنه زيه الأم القدوة المتربية على الكتاب والسنة الأم الحريصة إنها تغرز حب فلسطين والأخصى في قلب وعقل أولادها تعالوا نعرف مع بعض نعمل إيه الأم أنا بحب الخطوات عشان يعني إيه كفاية تنظير أول حاجة عش رح سيرة هقول الأحداث غزوات الخاصة بيها بنو النظير بنو قينقاء بنو قريبة أعرف من هو العدو الحقيقي عدوك مين من هم أصنعون صفتهم إيه في القرآن سماعون للكذب أكلون للسح كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه سبوا الله عز وجل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا يد الله مغلول نقى دين للعهد قتلوا سبعين ألف نبي في يوم يطلوا نهارا مشون اللحمة ليلا ويأكلوا بالعادي ولك إنهم قتلوا الأنبياء بالنهار كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا أبدا ولا عمرهم حد فيهم ده غلط ولا صح ملا بيقولوش الكلام ده شعالين للحرب وفتي للحرب والحروب كلما أوقادوا نرى الحرب أطفاءها الله أكلين للربة ما خلى مسلم بيهود حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحدثته نفسه في قتل المسلم تحريف التوراة واحكي بقى أحكي بقى النقطة الكارثية في وصفهم لله عز وجل في التلمود المحرف تحريف التوراة التلمود أحكي إزاي نظرتهم لباقي الأجناس البشرية كلهم حين لبس ربنا جعل لهم وشو إزايين علشان إحنا ما نتقاذاش يقولوا كده لازم تقرأوا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون مهم جدا الكتاب ده التلمود ده ده تعليم الديانة بتاعته أدب اليهود اللي موجودة فيه هو جزئين هو مثل بيسمى مشناه بتاعتهم معنى المعرفة يعني أو الشريعة المقررة واحد تاني يشرح اسمه جمارة أو جمارة يعني الإكمال التلمود أصلا ده اللي تقوليه لأولادك في مبادئ فاسدة في مبادئ خطيرة جدا بعض هقولكوا بعض منها نظرت اليهود لنفسهم وبيبص الغيرهم إزاي من مبادئهم بيقولوا كده استغفر الله استغفر الله استغفر الله كلامهم يعني عن الله عز وجل استغفر الله يعني وصفوا في التلمود الله عز وجل استغفر الله بصفات النقص فيه حاجات نقص وقالوا عن ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله زعموا أن الله عز وجل هو قاعد يتعلم في ترابيزة مع الملائكة التلمود استغفرهم وأن ربنا استغفر الله بيلعب مع الحوت وأن الله جل في علاه وتعالى يعني سبحانه وعما يقولون علوا كبيرا أن ربنا استغفر الله بيبكي عشانهم لأجل اليهود التعاسى بقى والحزن اللي هم فيه يعني سبحان الله يعني حكيم نعليم ربنا يعني سبحانه يعني منزع عن كل نقص بيقولوا على نفسهم بقولوا أن أرواحنا دي استغفر الله جزء من الله سبحانه وتعالى وأنهم عند الله أرفع من الملائكة وأحسن منهم شايفين نفسهم إيه وأن اللي بيضرب يهود زي كأنه ضرب بالعزة الإلهية وهم أصلا مفروض ربنا خلاهم عشان يصلطوا على أموال باقي الأمم هم أصلا طبعين باقي الأمم هم مسلطين عليهم وعلى نفسهم عشان كده في الواقع أن أي أموال هم بياخدوها ده الإنسان بيسترد ماله يعني فلا لهم عليه يعني وأن الناس إنما ربنا خلاقهم عشانهم ولخدمتهم بس هم على شكل حيونات بس ربنا جعل لهم مش إنسان يعني عشان هم ما يتقضوش وأن اليهود لو عجز عن مقاومة الشهوات آآ عادي خلصت عجزت هتسلم نفسك ليها يعني وإن الجنة ما بخلاش اللي يهود موقوفهم من غيرهم إن أصلا أرواح غير اليهود دي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات وهم مثل الكلاب والحمير وده اللي قالوا التصريح بتاحهم لسه كان الرجل المسؤول عندهم كان لسه أهل الكلام ده وإن هم خلقوا على هيئة إنسان بس عشان يكونوا لقيقين بخدمة اليهود وإن لا يجوز أبدا ده ده المدال التعليمي اللي بتعلموه في دينهم لا يجوز اليهود إنه هو يشفق على واحد خلاف إنه يكون يهودي أي غير يهودي لا تشفق عليه ولا يرحمه ولا يعينه بل لو وجدوا واقعا في حفرة سدها عليه أما استغفر الله عزيزي يحرم على اليهود إنه هو يرد الغير اليهود ما فقده منه يعني لو حاجات فقدت منه أمو انت لقيتها ما تدهلوش ده في ديانتهم المحرفة طبعا استغفر الله يحرم عليه إنك تقرد واحد تاني لو أقردتوا يبقى ربة وزعموا إن استغفروا ربنا اللي قال لهم كده وإن الزنب غير اليهود ذكر أو قلسة ده جائز ما فيهوش من عادة تعقبش عليها طالما غير يهودي وإن اليهودي عليها أن يسعى لقتل الصالحين من غير اليهود طب إنتوا عارفين من صالحين عشان كده قتلتوه وإن الجحيم مأوى جميع الناس غير اليهود وإن الجهنم دي أوسع من الجنة بستين مرة يعني يلا عشان تأخذ كل الناس دي افترقهم أصلا على سيدنا المسيح عيسى بن مريم وأمه يعني أصلا ده باعتقدهم لكن رفعه الله إليهم يعني باعتقدنا يعني وقولهم علي على مريم بهتانا عظيم هم اللي عملوا كده كل صفة من لنا قلناهم دي تشرح وده ده ده اللي بيتعلموه وتجيب الآيات بقى من الكرآن اللي بتحكي سبب نزول الآية ونستفيد إيه منها نتعامل معاهم إزاي اعرف عدوك ده عنوان الخطوة الأول اعرف عدوك ناخد من إيه من سنة سنة كم من سنة على الأقل تبدأ من سن سبع سنين هي المرحلة الأولى دي تقعد معاك فترة زمنية قولي من 12 شهر لا لـ 18 يعني من سنة لسنة ونص تشرحي الكلام اللي أنا أقوله ده اللي أنا أقولت كل واحدة تاخد قيمة وسبب نزولها وهكذا